الطاقة العامة لهذه القراءة أنت تجد حالك في مأزق معلق بين أمرين في اختيار شيئ ما لا تستطيع أن تفك هذا التعلق احتمال بأنك معلق بهذا الشخص أو احتمال بأنك معلق في موضوع معين لا تقدر على أخذ القرار في هذا الأسبوع أنت ترى الحبيب بأنه حزين ومبتعد ومكتأب فهو يحبك كثيرا هو في الحقيقة هو مبتعد عنك وأخذ قرار في الابتعاد وهو ينظر حاليا إلى مستقبله أنت ترىه يحبك ولكنه هو مبتعد قليلا عنك لا أعلم لماذا هل الآن سنعلم أجأ إنه مبتعد ولكنه يراقبك من بعيد في على عن طريق السوشال ميديا أو عن طريق أحد الأصدقاء ولكنه متمسك بك حتى الآن هناك شيء ما يكونه له يكونه لك في قلبه سنرى طاقتك لهذه القراءة هي فارس العصر أنت في هذه الفترة تكون كثير الحراكة والنشاط وهدفك محدد تعرف ماذا تريد واثق من نفسك ومن أهدافك وربما بدأت علاقة عاطفية جديدة أو تنمي الدخول في علاقة عاطفية جدية أو أنك بالأرجح أن تكون في انفصال حسب ما أرى في هذه القراءة أو في مشاكل مع الحبيب وتريد تقديم المصالحة له ولكنك في حالة انتظار فأنت في وقت اتخاذ القرار أنت مستعد لأن تقدم له شيء وتنتظر قليلا طاقة الحبيب هي طاقة استقلال وثقة بالنفس فهو في وقت نجاحات ممكن أنه قد قام بعمل أو مشروع وهو الآن يحصد نتيجة تعبه ويريد أيضا أن أخذ قصة من الراحة احتمال بأنه يريد أخذ قصة من الراحة والاستمتاع بحياته فهو في وقت نجاحات مالية إذن الحبيب مستقر وأنت يبدو أن هذه العلاقة علاقة جديدة مشاعرك أنت فاتح قلبك للحب تريد أن تظهر مشاعرك فأنت إنسان طيب عاطفي لا تحب المشاكل ويشعر الناس من حولك بالفرح عندما تكون موجود فأنت ذو طاقة إيجابية عالية وأنت تشعر في هذه الفترة بالحب الكبير وتريد أن تبوح لهذا الحبيب الذي هو في بالك الحب الذي تكونه له وإن كنتما على خصام فأنت تريد أيضا صلحته وأخراجه من حالة الحزن والألم الذي هو فيه ولكنك تنتظر الوقت المناسب لكي يهدأ قليلا فكما أرى هنا الحبيب متعب وهو في حالة نفسية سيئة من جراء شيء ما حصل معك حصل معه وهو لا يستطيع النوم يشعر بالألم والحزن وهناك طاقة تفكير جدا عالية لا يقدر بسببها على النوم أراه يفكر بك من جهة فهو يشعر بحبك يشعر بحبك الكبير له ويفكر كيف سيرضيك يقدم لك ما تحتاجه فهو مشغول جدا بأعماله كما أرى هذه هي نواياه نواياه ينوي أن يكمل العمل الذي هو فيه حاليا فهو إنسان يحب عمله جدا ينوي أن يكمل عمله بالوقت الحالي هذه هي ورقة العمل فهو شخص عملي كما قلت لا يحب الفشل وإذا عمل شيء يجب عليه أو يحب أن يقوم به على أكمل وجه حتى النهاية ونجاح فهو لا ينام بسبب هذا بهذا التفكير هو من ناحية يحبك ويشعر بعاطفتك تجاهه ومن ناحية أخرى هو منهمك جدا في عمله ويريد أن يعمل توازن بينك وبين عمله عمله ملكة النقود هي خطته المستقبلية هو يريد أن يكون معك في زواج وفي علاقة مرسمة هو إنسان عملي جدا ومن ناحية العملية عنده تغلب على المشاعر ولكنه حنون وطيب وطيب أيضا ولكنه أيضا لا يظهر مشاعره أبدا ويفضل أن يبقي حزنه في داخله بدلا من مشاركته للآخرين فأهدافه دائما هي أهداف نبيلة ويحب الخير ويحب النتائج الإيجابية فهو شخص جاد لا يتسل أبدا أنا أرى أن نوياه جدا جميلة يحبك يحس بك على الأقل يحس بك ويشعر بك أيضا عنده عواطف كبير أيضا امتجاهك أنت تحبه وهو أيضا يحبك ويفكر بك ويريد أن يوازن بين حبك له وبين عمله فعمله يأخذ منه الوقت الكبير نتيجة القراءة أو مصير هذه العلاقة في الفترة القادمة حتى نهاية هذا الشهر أنا أعطي هذه القراءة طاقة لنهاية شهر أوغسط هذه العلاقة ستأخذ وقتا قصيرا من الانتظار والصبر فهذا الشخص يترقب نتيجة المشروع أو العمل الذي قد قام به فهو يفكر حاليا في نجاحاته ولكن ريثما ينتهي من هذه المشاريع ومن هذه النجاحات سيأتي بكل ثقة وجدية لتقدم إليك بخطوة جادة للزواج كل ما عليك فعله هو الانتظار والصبر وأنا أجد أن هذه العلاقة ستكون مصيرها النجاح وهذه الفترة فترة الانتظار لن تكون طويلة النصيحة نصيحة الخراءة هذا الحبيب يواجه صعوبة في شيء ما فابتعد قليلا عنه ولا تضغط عليه بطلاباتك وانظر إليه من بعيد وأعطي مساحة للحرية فهو يعشق الحرية أيضا لكي يدبر أموره ابتعد قليلا لا أقول أنك اقطع معه الكلام لا بإمكانك أن تتكلم معه ولكن ليس بالضرورة أن تضغط عليه بطلباتك وحس به أطلب منك أن تشعر به أكثر وتتعامل مع الموقف بسلاسة ولا تعقد الأمور فهو عندما يأتي الوقت المناسب سيأتي إليك الوحده فهو لا يريد أن يخسر معك هذه العلاقة هو يحبك أيضا شكرا لكم على هذه المشاهدة وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم